موسيقى أهلا بكم مشاهدينا من جديد مر عام 2020 صعب على السوريين في تركيا بعد جائحة كورونا التي أدت إلى توقف معظم الأعمال وخاصة من يعمل باليومية من العمال السوريين فكيف كان عام 2020 على السوريين في تركيا من النواحي التعليمية والمعيشية والطبية هو ما سنتحدث عنه ولكن بعد هذا التقرير السوريون في تركيا يواجهون واحدة من أصعب السنوات التي مرت عليهم بعد تسعة أعوام من وصول نحو أربعة ملايين سوري موزعين بين المدن التركية ليصبح كوفيد-19 العامل الأبرز في ترسيخ هذه الصعوبات 2020 العام الذي شاهد ظهور جائحة كورونا كان ثقيلاً على السوريين الذي أثر في مناح كثيرة كالتعليم والعمل بعدما فاقمت معدلات التطخيم من زيادة الحاجة بينهم وإضافة مساهمة انخفاض قيمة الليرة التركية ماما العملات الأجنبية في انخفاض الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية السلطات التركية اتخذت قرارات بتطبيق إجراءات للحد من انتشار الفيروس الذي كان لها الأثر الكبير على فرص عمل السوريين وقبول معظم عمال المياومية بأجور متدنية لسد إجارات المنازل على أقل تقدير وبحسب الأرقام الرسمية فإن العمالات السورية تقدر بنحو 700 ألف عامل غالبيتهم يعملون بشكل غير رسمي أما من ناحية التعليمية فقد كان عاماً قاسياً بعد قرار مفاجئ من التربية التركية بفصل نحو 70 مدرساً سورياً من المدارس التركية دون أخطارهم بإنهاي عقودهم الموقعة مع وزارة التربية التركية ومنظمة اليونسيف أما الطلاب فقد وجدوا صعوبات بالتعلم عن بعد بعد أغلاق مدارس نتيجة صعوبات اللغة وفي ظل جائحة كورونا لم يتم تميز السوريين عن باقي الأتراك باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلقي العلاج والرعاية الصحية في المشافي الحكومية وقامت المراكز التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي باستقبال المرضى السوريين لكن قرارات إغلاق المعابر الحدودية مع الشمال السوري أثرت في المرضى الذين يتلقون العلاج في تركيا ما أدى إلى وفاة عدة حالات مع نهاية عام 2020 ما يزال السوريون يبحثون عن حلول لإخراجهم من دائرة الحاجة والعواز على أمل أن يكون العام القادم أكثر أماناً وازدهاراً لهم بترحب بكل ما ننضم إلينا عبر البث المباشر على منصات الفيزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً سينضم إلينا شبكة مراسلين للحديث أكثر حول وضع السوريين في تركيا خلال عام 2020 مع ناسيمان عناعة مراسلتنا من اسطنبول وأيضاً وائل عادل مراسل الفيزيون سوريا من عنتاب وعبادة منصور مراسل الفيزيون سوريا من أنتاكيا مرحباً بكم جميعاً وأكل عام وقتهم بخير مرحباً بكم جميعاً سيمة عبادة وأيضاً وائل البداية معك عبادة مساء الخير من الجديد نبدأ من هاتاي كيف هو وضع السوري اليوم في هاتاي مع ساعات و2020 تنتهي ونحن على أبواب 2021 ما هي الآمال؟ مساء الخير منك والجميع سمالة حقيقة عام 2020 بحسب أغلب السوريين الموجودين في هاتاي هو أسوأ عام مرة عليهم منذ لجوءهم إلى تكيا خلال هذا العام عدة مناحي العمل ومناحي التعليم ومناحي الصحة جميعها تأثرت خلال عام 2020 أبرز هذه المشاكل التي تعرض لها السوريين خلال عام 2020 هي تأثر أعمالهم وتوقف الأعمال معظم السوريين الموجودين في ولاية هاتاي تأثروا جداً بإجراءات الخضر من بيروس كورونا هذه الإجراءات أثرت على أعمال السوريين في الجنوب التركي أيضاً ولاية هاتاي هي ولاية تعتمد على التجارة بشكل كبير السوريين الموجودين هنا أغلبهم يعتمدون على الشركات التجارية باستيراد المواد وتصديرها هؤلاء جميعاً تأثروا أيضاً القطاع التعليمي الموجود في هاتاي تأثر بشكل كبير هناك عدد كبير من المدرسين الذين كانوا يعتمدون على الروضات ومراكز التعليم توقفوا عن هذه توقفت أعمالهم لسبب أيضاً إجراءات الحضر وفيروس كورونا إذن كورونا كان هو السبب الأكبر ربما للعوائق التي كانت مع السوريين أو التي واجهت السوريين بهذه الفترات ننتقل إليك سيما في اسطنبول هل يختلف الوضع كثيراً عن ما هو عليه كما ذكر أيضاً مراسلنا من هاتاي مساء الخير روان شكراً لك الواقع لا يختلف وضع السوريين في تركيا في أي مدينة كانت سواء كان في اسطنبول أو هاتاي أو غيرها ولكن ربما اسطنبول تعد أكثر المدن التي تأثر بها السوريين وذلك نظراً لأعدادهم الكبيرة هنا إذ يتجاوز عدد السوريين في اسطنبول أكثر من 500 ألف نسمة في اسطنبول هم مسجلين قانونياً إن أردنا التحدث عن وضعهم فلقد تأثر وضعهم بشكل اقتصادي واجتماعي بالإضافة إلى الوضع الصحي وحتى الوضع التعليمي بما يتعلق بالوضع الاقتصادي يعتمد السوريين هنا بشكل كبير على ورش العمل سواء في مجال النسيج أو حتى في الصناعات الصغيرة بالإضافة إلى المطاعم كما نعلم أن المطاعم أو قطاع الفندقي أكثر القطاعات المتأثرة وهو أكبر شريحة عملت فيها السوريين سواء كان على مستوى العمال أو على مستوى رؤوس الأموال وخلال تغطيتنا لأوضاع السوريين خلال هذا العام الذي تتزامن مع كورونا والتي أثرت على العالم أجمع كان الوضع سيء جداً سواء بالنسبة للعاملين في قطاعات الأنسجة أو المطاعم كان هناك العديد من العمال السوريين بقيوا بلا عمل دائماً نسمع عن محاولات لمراعاة أوضاع السوريين وربما خطط جديدة هل من المتوقع أن يكون هناك أي شيء على العام القادم فيما يتعلق بأمور السوريين الأكثر ضعفاً اقتصادياً؟ في الواقع روان هو سؤال محزن للغاية هنا الحكومة التركية تعمل بجد لتخلص من الأثار السلبية لكورونا على تركيا بالنسبة للمواطنين الأتراك لكن المواطنين السوريين متأثرين أكثر بكثير وذلك لأن أوضاعهم غير قانونية إذا كنت تتكلمين عن عمل يوجد فلنفترض قانون عمل يحمي المواطنين الأتراك وإن لم يأخذوا معاشهم بالكامل على الأقل يأخذون نسبة معينة نسبة معينة من معاشاتهم تسد حاجتهم الأساسية على الأقل لتقدير لكن السوريين عندما بقيوا بلا عمل هم بقيوا حرفياً بلا عمل لا يوجد مدخرات لدى معظمهم لديهم آجار منازل لديهم دفع فواتير لديهم مستلزمات لا يوجد تخير عمل على أهلنا السوريين في أسطنبول سمحيني أنتقل إلى غازعين تابعة تركية مع مراسلنا وكيف هم أحوالهم لأهلنا في غازعين تابعة تركية والأترج أحد كورونا على أعماله ما هي أكثر الأعمال التي تضررت بسبب هذه الجائحة أيضاً مساء الخير نور مساء الخير يارا مساء الخير للسادة والمشاهدين في الحقيقة يعني عن تاب كباقي المدن التركية عن تاب تعد المدينة في الترتيب السادس من حيث كثافة السكان فيها مليونين تركي فيها خمسمائة ألف سوري كمان وهي عندها بمدينة صناعية فأكثر الأعمال التي تضررت هي المصانع أو المعامل خاصة في الأغلاق الذي صارت في الشهر الرابع والخامس والسادس وهي أشهر مواسم يعني هذه مواسم لكثير معامل وكثير صناعات وكثير غذائيات فهذه التسكيرة أثرت على الشهور التي بعدها لاحقة وأثرت أيضاً على المخزون الاستراتيجي التي وقف وما تصدر خلال هذه الشهور فأكثر شيء أثر هذا الإيقاف أو هذا الحضر بهذه الشهور على هذه المعامل وعلى العمال السوريين المعظم السوريين في مدينة عن تاب يشتغلوا بهذه المعامل رقم اثنين هي المطاعم المطاعم توقفت مرتين كمان ثلاثة أشهر الأولى من الجائحة والشهرين الأخيرات 11 و12 وفي كثير عمال سوريين يشتغلوا بهذه المطاعم هذا هو الوضع في جميع الولايات التركية نبقى في غازي عنتاب التركية لكن هذه المرة من خلال هذا التقرير عن العائلات السورية في هذه الولايات عام 2020 من غلاء بإيجارات المنازل وتوقف المعامل بسبب كورونا ننتقل إلى عدد لكن من خلال هذا التقرير يعمل بشير في ورشة صغيرة واختار العمل فيها لقربها من منزله في غازي عنتاب إذ لا قدرة لديه على دافع أجرة المواصلات كذلك أرهقه ارتفاع فواتير الكهرباء والماء وسعر فحم التدفئة ويحاول كغيره من السوريين في تركيا المناورة لأجل عدم الإصابة بفيروس كورونا فعندما لا يعمل لا يستطيع شراء الخبز لا أجباري بدي يكون أغالي شيء اتنين بيشتغلوا بالبيت لحتى يحسنوا يعيشوا بتركيا يعني غير هيك ما مشي الحال وأي واحد يعني بيبرك ملدة أسبوع أو أسبوعين برجع سنة إلى ورا أبصير أيام حظر وأغلبية العمال يعني بيام الحظر بيبعدوا عسابهم يعني بيبعدوا وفي منهم يعني بدت الحظر معهم أسبوع كمان يعني مضر كتير مضر ولا طلع ولا دخل ارتفع إيجار بيت علاء مئة ليرة تركية مع بداية عام 2020 ويقول إنه سيرتفع مرة أخرى مع بداية العام المقبل كذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأجور المواصلات في غاز عنتاب التي يقيم فيها منذ أربع سنوات كما في كل تركيا بينما بقيت أجور العمال على حالها بل زاد الحظر بسبب كورونا من تعقيد الأمور والله السنة يعني بالنسبة للغلاء كان كتير فاحش وبالنسبة للجارات البيوت ارتفعت كتير خلاف السنين الأبلة يعني فنسبة للغلاء كان كتير كبيرة والأجور هي على حالها يعني ما في زيادة يعني الزيادة الرواطب لما بيزيدوا الحد الأدنى بالنسبة نحن على العمال السوريين بالمعامل السورية بشكل خاص يعني الرواطب ما بترتفع شي بسيط جدا يعني ما بيتقيدوا بالحد الأدنى بينما مثلا المعامل التركية مثلا اللي فيها سيكورتا يعني هدو اللون الحظ أوفر يعني أنه مثل بساره بسار الأتراك ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وحظر التجوال معادلة أرهقت كاهل السوريين في تركيا خلال هذا العام وأرهقت العامل السوري الذي كان في أفضل أحواله يراوح في المكان دون جدوى 2020 مر على الأسر السورية في غاز عنتاب مرهقا يملو أيامه القلق وعدم الاستقرار يأملون أن تتغير الأوضاع نحو الأفضل خلال العام المقبل وائل عادل تلفزيون سوريا مدينة غاز عنتاب جنوب تركيا وائل يعني منك وإليك كل هذه الأمور التي تحصل اليوم في ولاية غاز عنتاب هل هناك أي مشاكل في موضوع أجارات البيوت يعني الأجارات عم تغلى طيب الأهالي عم يدروا يدفعوها هل هناك حلول بديلة لهم الجائحة الأولى أو الحظر الماضي أتذكر كان هناك مراعاة للمستأجرين يعني من الأجارات لمدة شهرين ربما أو لنصف القيمة على الأقل اليوم هناك ازدياد حتى نحط المشاهد بصورة الواقع هو دائما في زيادات عند انتهاء عقد المنزل أو الإيجار يعني كل سنة لما بينتهي العقد الإيجار للمستأجر في زيادة بتلتفع بتحددها الحكومة السورية أو بتحدد سقف الأعلى 12% كانت بالشهر السابع 14% يعني اللي أجار بيته ألف بيصير 1140.14% فهذا الحد للأعلى فكان في بداية جائحة كورونا كان في شوية مراعات وكان في كتير بيوت أنا عرفتهم وسمعت عنهم وقابلتهم أنه أصحاب بيوت أصحاب منازل رعوا أصحابهم بالإيجارات ولكن لما اشتدت الجائحة والناس تعبت اقتصاديا يمكن يمكن هذا الموضوع ما رجع تكرر بشكل كبير وفاطع مثل المرة الماضية على العكس أنا سمعت كتير وشفنا كتير ناس انتفعت أجرات بيوتها يعني فيه سوريين دائما ينتقلوا من منزل لمنزل بشكل يومي يمكن في عائلة بتنتقل بتضطر أن تنتغير مكان سكنها لسبب أو لآخر هذا التغيير لما بيكون البيت فاضي بيجي مستأجر جديد صاحب البيت بيستغل هذا الموضوع وبيرفع الأجار يعني بيقل له يرفع الأجار فهذا الموضوع بيرفع الأجارات لبيوت بشكل دائم وصريع يعني من هاي الناحية فما في حلول عند السوريين يعني دائما حكينا عن بطاقة الهلال الأحمر هي المساعد الوحيد وأكتر شي بيقبضوا السوريين أو بيجيهم مساعدة لكن لا تكفي يعني كل شخص يمكن 90 ليرة تركية غير كافية 120 120 أكيد معلوماتك أصح مني أنتقي لي كيسي ما كما نعلم الطفل السوري في تركيا تعلم باللغة التركية لكن الموضوع ليس هنا اليوم التعليم عن بعد ما هي الصعوبات التي تواجه الطفل اليوم في تعلم اللغة التركية وتعلم كل الدروس باللغة التركية ولكن عن بعد شكرا لك نور في الواقع يوجد عدة صعوبات بالنسبة للطفل السوري في المدارس التركية بدأت تتعدى مرحلة تعلم اللغة التركية فنحن هنا منذ سنوات وربما معظمهم تعلم اللغة التركية بل تقلصت أعداد الصفوف التأهيلية بالنسبة للطلاب السوريين تقلصت من فنفترض من 10 دروس إلى درسين في الأسبوع بالنسبة للطلاب السوريين فباتوا يتقنون اللغة التركية بشكل جيد مبدئيا لكن الصعوبات حاليا في أوجة أزمة كورونا كما نعلم هي بالتعامل مع التعليم عن بعد فمعظم الطلاب السوريين أوضاعهم المادية ربما وسط أو تحت الوسط ربما لا يتمكن أهليهم من تأمين مستلزمات التعليم عن بعد كالهاتف المحمول أو الآيباد أو حتى كومبيوتر لكل منهم ولديهم أطفال كثر وبحسب ما توصلت مع عوائل سوريا في هذا الخصوص كانت أكبر مشكلة لهم هي تأمين المستلزمات التكنولوجية لتتوافق مع العملية التعليمية عن بعد نعم دعيني أنتقل إذن فكانت هذه أكبر مشكلة وعقبة بالنسبة لهم نعم دعيني أنتقل أيضا لعبادة قبل فترة سمعنا عن مخصصات تفرزها أو تخصصها الحكومة التركية لبعض العوائل وكانت موجودة على تطبيق الإيدولة المخصص لكل شخص تقريبا ألف ليرة تركية هل لديك معلومات عن هذا الموضوع ومن هم العائلات أو الأفراد التي توفرت لهم هذه المبالغ نعم يا را خلال شهر الماضي الهلال الأحمر التركي أرسل مساعدات لعدد كبير من العوائل السورية طبعا هذه المساعدات هي ضمن العوائل التي تنطبق عليها شروط الهلال الأحمر وهي العوائل التي يوجد فيها موسين أو يوجد فيها أحد الأشخاص من زوية الهيجاجات الخاصة ولا يوجد فيها معيل هذه المساعدات كانت فيها عبارة عن الفلايرة التركية مقدمة لهذه الأسار طبعا في جميع ولايات التركية أيضا الهلال الأحمر التركي يقدم مساعدات بشكل شهري هذه المساعدات تصل لهذه الأسر التي تنطبق عليها شروط كما ذكرت وهناك أيضا مساعدات مع فصل الأشتاء هذه المساعدات هي مساعدات لوسائل هي مساعدات شهرية عبادة أم لمرة واحدة فقط نعم يرى الألف ليرة التركية هي لمرة واحدة فقط هذه المساعدات كانت مخصصة للأسر التي تضررت من الفيروس كورونا لكن المساعدات الشهرية هي حوالي 120 ليرة لكل لاجئ موجود في تركيا طبعا لحوالي مليون وثمانمائة ألف سوري موجودين في تركيا يحصلون على هذه المساعدات بشكل شهري نعم أعود إليك سيمة دعينا نتحدث قليلا عن القطاع الطبي كيف كان أداء المراكز الطبية السورية وحتى التابعة للاتحاد الأوروبي بمعالجة السوريين الذين أصيبوا بكورونا وغيره أيضا من الأمراض خلال عام 2020 في الواقع المراكز الطبية السورية وحتى التي تتعامل مع اللاجئين السوريين سواء كان تبعا لأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تتعامل معهم بشكل مباشر فيما يخص كورونا فكانت الحكومة التركية تتولى هذه العملية بشكل كبير ومكثف بالإضافة إلى أن علاج كورونا أو حتى الأدوية التي تعطيها الحكومة تتوفر فقط لدى المشافئة الحكومية وبالإضافة إلى فحص كورونا فقط كان يجرى لدى مراكز الدولة المرخصة أو التي يسمح لها بإجراء الدولة فكانت المراكز الطبية التي تعنى بالسوريين تعمل بشكل بسيط مع حالات معينة وبحسب تواصل مع عدد من المراكز الطبية في منطقة الفاتح التي يكثر فيها السوريين قيل أن السوريين كانوا يأتون لثقتهم أكثر وذلك من ناحية سهولة التعامل باللغة وغير ذلك كانت الأجور الرمزية لكنهم لم يكن يتلقوا العلاج بشكل كثيف إلا في حالات الطفيفة كما ذكرت الإصابات البسيطة ليست في الحالات الحرجة فيما عدا ذلك كانت المراكز تعمل بشكل مكثف بهذا الخصوص لكن في الآوين الأخيرة وكما قال لأحد الأطباء في مراكز الطبية لقد خفضت أعداد المصابين الأجانب أو حتى السوريين الذين يرتدون هذه المراكز على سبيل المثال هذا الأسبوع لم يتجاوز يوميا عدد مرضى الذين يعتقدون أو هم مصابون بكورونا ستة يوميا وهذا انخفاض كبير أكثر من 80% بالنسبة لبداية الحالات جميع المراكز وحتى أنه الحضر سيمة يعني محضورين لعالم الساعة 9 على الصبح فهذه يمكن أدى إلى انخفاض أعداد الإصابات صحيح نتمنى لهم أكيد السلام للجميع وأيضا لكم أنتم شبكة مراسرين من تركيا كنت معنا سيمة نعناعة من اسطنبول أيضا وائل عادل كان معنا من غازي عنتاب وعبادة منصور من أنطاكيا شكرا لكم جميعا وعام سعيد إن شاء الله يكون على الجميع فاصل قصير ونبدأ بالساعة الثانية من التغطية لهذا اليوم ابقوا معنا سأريد أن تعلوانا بسأخار اشتركوا في القناة